حاجة تانية وده خبر كده هتكلم عليه سريعا قبل ما نطلع الفاصل الاهلي ان شاء الله بإذن الله النهاردة كانت فيه مباراة كده والدامة بين الفريق الاول ولاعبي من قطاع الناشئين وبالتأكيد مش هنتكلم في التفاصيل الفنية لان كولر قافل بشكل كبير جدا على الفريق عشان ما فيش اي تفاصيل تطلع قبل مواجهة شباب بلوزداد فدي نقاط اكيد مش هينفع نتكلم في تفاصيلها وجمهورنا اكيد واعي وفاهم جدا الجزئيات دي بقر ان شاء الله الحد فيه تدريب يوم الاتنين فيه راح يوم التلات تدريب وكان من المفترض الفريق يسافر التلات ولكن في الساعات الاخيرة حصل اتفاق ان الفريق هيسافر يوم الاربع ليه بقى لان بنسبة كبيرة جدا الاهلي هيسافر من الجزائر على غانا من الجزائر على غانا هيلعب مع شباب بلوزداد يوم الجمعة وبعدها عنده الجمعة اللي بعدها فريق ميدياما الغاني في مدينة كماسي وبالتالي اتجاه من الاهلي ان هو يسافر من الجزائر على غانا عشان توقيت الصفر والعودة للقاهرة ثم الصفر لغانا ده اكيد ممكن يعمل ارهاق واجهاد لللاعبين فعشان كولر يقلل توقيت الصفر ومدة الصفر فبدل ما يسافر التلات غالبا بإذن الله يسافر الاربع وخلال ساعات هيتحدد بنسبة كبيرة مين هيكون رئيس بعثة فريق النادي الاهلي الناس تقول لي طب ماتش طلاع الجيش ماتش طلاع الجيش تبقى للليحة المباراة مؤجلة تبقى للليحة المباراة مؤجلة وفي خطاب رسمي بالتأكيد هيصدر خلال ساعات لتأكيد هذا الامر عشان الاهلي يرتب تحديد موعيد صفره من الجزائر الى غانا لاخد اهم مباراتين في دورة ابطال افريقيا مع ابو الوزداد ثم ميدياما الغاني اللي غالبا بنسبة كبيرة هيكون طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم جابوني ولكن هعلن تفاصيل اسماء الطاقم في الحلقات اللي جاية لما يتم الاعلان بشكل رسمي